اوه تم الوصول الى الهاتف بنجاح السلام عليكم تشاهدون في هذا الفيديو اقوى 6 تطبيقات جديدة لشهر غشة 2025 لكن بعد هذا الاندرو هل صادفت من قبل تطبيقا اجنبيا رائعا ولكن حاجز اللغة منعك من الاستفادة منه ليس بعد الان معدى التطبيق الرائع Language Selector حيث يمكنك من ترجمة التطبيقات التي لا تتوفر على ترجمة واجهة التطبيق تعرض لك كل التطبيقات الموجودة في هاتفك يكفي اختيار التطبيق الذي تريد ترجمته فعلى سبيل المثال الحصر التطبيق سامسونج لا يتوفر على ترجمة كما تلاحظون تتوجهنا الى اعداداته لم نجد خيار تغيير اللغة لكن مع تطبيق Language Selector سيمكنك من ترجمة التطبيق بطريقة سهلة وسريعة كل ما عليك اختيار التطبيق ومن ثم تختار اللغة نازل الى الاسفل سوف نجد اللغة العربية ثم ننقر عليها وننقر على هذا الخيار وبعد ذلك تفتح التطبيق من خيار Open وستجد التطبيق تحولا للغة العربية بشكل كامل كما تلاحظون اصدقائي تطبيق بسيط جدا سوف يفيدك في ترجمة التطبيقات التي لا تتوفر على ترجمة ضع في الاعتبار ان التطبيق يشتغل بصلاحيات الشيزوكو سوف تجدون رابط تحميل الشيزوكو بالوصف اسفل هذا الفيديو وطريقة تفعيله على هاتفك الاندرويد ننتقل الى التطبيق الثاني Blur Text Screenshot يهدف بشكل اساسي الى حماية خصوصيتك وظيفته الرئيسية هي اخفاء او تمويه المعلومات الحساسة مثل النصوص الارقام الاسماء او اي بيانات شخصية اخرى قبل مشاركة الصورة كما ترى سهولة استخدام التطبيق بسيطة جدا تضيف الصورة او لقطة الشاشة وستجد عدة خيارات لتمسه او اخفاء ما تريد من الصورة او لقطة الشاشة قبل مشاركتها او ارسالها للشخص المعين كما تلاحظون تقوم صديقي فقط بالنقر الى المكان الذي تريد اخفاء او تمسه وسوف يختفي بطريقة احترافية بدون الحاجة الى التطبيقات التعديل على الصور او شيء من هذا القبيل كما تلاحظون بنقرة واحدة سوف تطمس وتختفي الشيء الذي قمنا بالتأشير عليه عند الانتهاء يمكنك النقر على هذا السام لحفظ الصورة او مشاركتها مع ذلك الشخص الذي تريد او على مواقع التواصل كما تلاحظون النتيجة امامكم انا قمت بطمس الاشياء التي لا اريد ان تظهر في لقطة الشاشة او في الصورة بطريقة سهلة واحترافية ننتقل الى التطبيق الثالث والاكتر تميزا في هذه السلسلة اتينا هذا التطبيق يمكنك من التحكم الكامل في وصول التطبيقات الى الانترنت مما يسمح لك بفصل الاتصال عن كل تطبيق على حيدة على سبيل المثال اذا كنت تستمتع بلعبة وتود تجنب الازعاج من الاشعارات والرسائل يمكنك بكل سهولة قطع الانترنت عن التطبيقات الاخرى سواء عبر الواي فاي او بيانات الهاتف او كلاهما ليس هذا فقط فاذا توجهنا الى اعدادات التطبيق سنجد مجموعة من الادوات المهمة مثلا اداة بهافير ستجد في الاسفل حضر الواي فاي وبيانات الهاتف فعند تفعيلهما لن يشغل في هاتفك باتة حتى ولو قمت بتفعيل الواي فاي من شريط الاشعارات نرجع للوراء سنجد ايضا اداة نتورك تمكنك من الغاء تفعيل الواي فاي وبيانات الهاتف عند اغلاق شاشة هاتفك هذه الميزة ستمكنك من الحفاظ على بطارية هاتفك وايضا الحفاظ على بيانات الهاتف لكي لا تستنزفها التطبيقات التي تشغل في الخلفية كذلك سنجد خيار دي ان اس به مجموعة من الادوات كادات مالوير بروتيكشن عند تفعيله سيقوم بحماية هاتفك من الملفات الضرة والتطبيقات الخبيثة ايضا هناك ادوات اخرى كمثلا بريفاسي بروتيكشن تمكنك من تصفح الامن الخالي من التتبع او تراكرز ايضا حضر تشغيل مواقع التواصل في هاتفك ايضا ميزة حضر المحتوى الاباحي على هاتفك بالكامل وكذلك يمكنك حضر مواقع القمار كلها مع العديد من الادوات الاخرى الرائعة الموجودة في هذا التطبيق كما تعلمون ليس كل التطبيقات لديها ميزة حماية نفسها بكود او البصمة كواتساب مثلا لهذا يأتي دور هذا التطبيق يمكنك من حماية تطبيقاتك بكود او البصمة حتى لا يدخل لها اي متطفل فقد يكفي اختيار التطبيقات التي تريد حمايتها وسيتكلف التطبيق بالامر كما تلاحظ اخترت مثلا متصفح جوجل كروم عند فتحه سيطلب لي كود الدخول نفس الامر على تطبيق انستغرام لن يفتح حتى اضيف كود الحماية شأنه شأن فيسبوك لن يفتح حتى تعطيه كود الحماية وكذلك وعند الدخول للتطبيق حتى هو سيطلب منك كود الحماية حتى لا يدخل اي شخص لالغاء الكود على التطبيقات التطبيق رائع جدا يمكنك من حماية تطبيقاتك خاصة التي بها خصوصية كبيرة ومن الاعدادات سنجد خيار تفعيل حماية البصمة بدل من الكود لتسهيل الدخول وهنا اسفل يمكنك تغيير كود الحماية وقت ما تريد اما هنا في الاسفل في خيار انتي ان انستول عند تفعيله واضافة كود الحماية لن يتمكن اي شخص من حرف التطبيق من هاتفك لانه سيصبح كتطبيق نظام نعم اصدقائي تطبيق قوي جدا لحماية خصوصياتك التطبيق الخامس ماتيريال بلاير هو مشغل فيديو مصمم بوجهة الماتيريال يو الخاص بنظام انرويد يتميز التطبيق بالبساطة الخصوصية وخلوه من الاعلانات مع التركيز على توفير افضل تجربة تشغيل للفيديوهات يمكنك التحكم في حجم شاشة العرض بالعديد من الابعاد وايضا الاستمال الفيديو في الخلفية بالنقرة على ايقونة السماعات على هذا الشكل وسيتحول الفيديو الى صغة الامبيتري ويشغل في الخلفية كما تشاهد ايضا يوفر لك ميزة ترجمة الفيديوهات من خلال هذا الخيار مع امكانية تسريع تشغيل الفيديو بالعديد من الصرعات او يمكنك ابطاء الفيديو ايضا ايضا يمكنك قفل شاشة اللمس عند المشاهدة ايضا يتوفر على العديد من الميزات في اعداداته كتشغيل الفيديو في الخلفية فعند تفعيله تتوجه الى الفيديو المراد مشاهدته وتنقر على هذا الخيار وسيشتغل معك الفيديو في الخلفية كما تلاحظ تطبيق مشغل فيديو دكي وخفيف ويتميز بالعديد من الوظائف بعد ان عرضنا التطبيقات الخمسة السابقة نصل الان الى التطبيق السادس والاخير في قائمتنا وهو تطبيق ستريم سكرين هذا التطبيق مميز للغاية لانه يمنحك طريقة سحرية لعرض شاشة هاتفك على اي جهاز اخر سواء كان جهاز كومبيوتر او تلفاز دكي او حتى هاتف اخر كل ما تحتاجه هو متصفح وشبكة واي فاي مشاركة والجميل في الامر انه لا يتطلب تحميل التطبيق على كل الاجهزة طريقة استخدام التطبيق لمشاركة شاشة هاتفك مع حسوبك او اي جهاز اخر فهي بسيطة جدا كل ما عليك نقرأ الخيار ستارت ستريم ومن ثم تنقر على هذا الخيار ستجد الخيار الاول لمشاركة تطبيق معين فقط او تختار الخيار التاني لمشاركة الهاتف بالكامل ثم تضغط على ستارت ثم تقوم بنسخ هذا الرابط وفتحه في المتصفح سواء على حسوبك او تلفاز دكي او هاتف اخر ومباشرة ستظهر شاشة هاتفك على الجهاز على هذا الشكل الآن بإمكانك مثلا مشاهدة فيديو على شاشة كبيرة او مثلا لعب الالعاب على شاشة الحاسوبة والتلفاز او مثلا مشاركة محتوى هاتفك مع الاصدقاء على شاشة اكبر او حتى للمساعدة عن بود او حتى للمساعدة عن بود